يعني إحنا عندنا طول التسعة سنوات إحنا بنشتغل على الحتة دي يعني مثلا من ضمن وأهم وأبرز الدراسات اللي قام بيها مرصد الأزهر هو كيف قامت التنظيمات المتطرفة باستقطاب الأطفال من سنة أديفا؟ ده من سنة أربع سنوات وخمس سنوات حضرك لما تتطرك إلى المدارس والمناجئ التعليمية اللي كانت بتشتغل عليها داعش تجد الكثير من التطبيقات الإترونية كانت مخيلتي أن ده بيحصل مع الأطفال أو يعني المراهقين مثلا الفئة الأكبر شوية بيكون عندهم تساؤلات مرحلة من الاضطراب في العمر بشكل عام عدم الاستقرار فبالتالي بيكون سهل شوية استقطابهم في حال أن الأهل مش معاهم أو الأهل مش بيوعوهم أكتر أنا عايز ألف تنظر كل شيء التنظيمات المتطرفة أذكى بكثير مما تتخيل يعني مثلا وجدت أن المدرسة والمناجئ التعليمية هي ديت اللي ممكن من خلالها نزرع البزرة للتطرف يعني عن سبيل المثال في مناهج للتعليم القراءة أو الكتابة تجد مثلا من ضمن البرامج التعليمية مثلا صورة دبابة كمثال لحرف الدال هذا هو المثال يعني الدبابة مثال لحرف الدال دال دبابة كانت دب بزمان مثلا مثلا صورة الصاروخ مثال لحرف الصاد صورة مثلا السيف كمثال لحرف الصين بنعود الأطفال صورة الكمبولة كمثال لحرف الكاف وهكذا يترسخ في زنوم كل هذه الصورة بالضبط ده إلى جانب أن مثلا في تعليم اللغة الإنجليزية نحن وجدنا مثلا العديد من الديالوجات الحوارات تجد مثلا منها ما يرسخ فكرة الجهاد عند الأطفال من سن النشأ يعني ما أنا أتذكر مثلا أن كراءة الديالوج ابني بيكلم أبو شايف مثلا عدد من المجندين بتوع داعش مثلا وبعدين بيقول للأبو كده إلى أين هم ذاهبون أنا لو كنت بعتل الإعداد جزء من الديالوج باللغة الإنجليزية لو هو ينشره يعني ده جانب من اللي إحنا تم رصده فالابن بيسأل أبوه إلى أين هم ذاهبون فيقول الأب هم ذاهبون للجهاد فيتعجب الأب لدرجة الحرارة عليه فيقوله في فصل السيف وفي هذه الحرارة فيقول الأب أنهم لا يأبهون ذلك يعني هم مش في دماغهم اللي بيحصل ده سيف شتا فيقول الأب ولماذا يفعلون ذلك فيقول الأب إيه لأنهم يرودون الجنة وهكذا مثل تلك الحوارات طبعا هم يمسكوا في حاجة زي دي في المقابل إحنا عملين نكلم أولادنا عن الجنة وإحنا لازم نعمل في الدنيا عشان نصل للجنة فلما يوصلوهم بالشكل ده طريق يخول الجنة فهيمشوا مع الطريق التاني بالزبط وهو ده اللي بتشتغل عليه الجامعات المتطرفة اللي هو الترسيخ مثل هذه الأفكار منزل النشأة ترجمة نانسي قنقر